اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات العمال انا المهندسة حنان عواد النهاردة عاوزين نركز اكتر على ما اسميه اعمدة او ركائز حياتنا لازم كل واحد فينا يعرف يا ترى ايه اولوياتي بس احيانا ما بيكونش سهل علينا ان احنا نحدد اولوياتنا علشان كده لازم نرجع خطوة ونحدد ايه هي ركائز حياتنا ايه هي الجوانب او الامور اللي لو نقصت من حياتنا حياتنا ما تبقاش مكتملة مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه هي المكونات البازل حياتنا عامنا زي البازل زي الاحجية الصورة الكبيرة اللي متقسمة لقطع صغيرة وانا بجمع هذه القطع وبرتبها الترتيب الصح عشان اكون الصورة الكبيرة وده اللي انا بسميه ركائز حياتنا ومن ركائز حياتنا حنعرف ايه هي اولوياتنا في الحياة ومش بس كده حفكر بالتفصيل وارتب هذه الاولويات حسب الاهمية ليه؟ لاني كل يوم لازم اشتغل على الاولويات بترتبها وبترتبها اللي يمكنني من تحقيق اهدافي لكن معرفة ركائز حياتنا او اولوياتنا مش كافي لنجاحنا في الحياة خطوة مهمة جدا جدا اني اعرف ايه منظومة القيم اللي انا بستند عليها قيم الشخصية شكلها ايه؟ وفي النهاية لما اعرف ركائز حياتي واولوياتي وقيم الشخصية اقدر اضع رؤية لحياتي واقدر اضع مهمة شخصية لنفسي استنادا على الرؤية واستنادا على المهمة هقدر كل يوم ادير ذاتي وادير حياتي بالشكل اللي يقربني من اهدافي خطوة ورا خطوة نظرية من نظريات المهمة جدا في التحفيز بتستند على هرم ماسلو ابراهام ماسلو عالم سايكولوجي اهتم قوي انه يدرس ايه اللي بيحفز الناس ايه اللي بيحفز الاشخاص وفي علوم الادارة وفي القيادة بالذات اعتمدنا قوي 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 على هرم ماسلو وبقى من اشخر النظريات في عالم التحفيز والمدراء الناجحين بيعرفوا كويس قوي ازاي يستخدموا هرم ماسلو طيب ليه ما نستخدمش هرم ماسلو في حياتنا ما احنا كمان محتاجين ان احنا نحفز انفسنا ومهم جدا كمان ان احنا نعرف ايه اولوياتنا ماسلو حدد بعض الاحتياجات لكن جم الباحثين من بعد منه واكتشفوا ان هذه الاحتياجات بتكون في شكل تسلسل هرمي بمعنى ايه اني مقدرش اطلع من مستوى للمستوى التاني الا لما كون حققت كل اللي فيه المستوى الاولاني زي بالضبط لعبة الفيديو جيم فاكرين لما كلمتكم وقلتلكم تخيلوا كده حياتنا زي فيديو جيم الفيديو جيم متصممة على ان انت تخلص مستوى تدخل في المستوى اللي بعد منه وكل مستوى اصعب شوية من المستوى اللي بيسبقه كذلك في التحفيز انا مقدرش اطلع من مستوى معين من احساسي بالحافز للمستوى اللي اعلى منه الا لما استوفي كل احتياجاتي في المستوى الاولاني تعالوا نتكلم بقى على المستويات دي بالتفصيل في قاعدة الهرم ما يسمى بالاحتياجات الفيسيولوجية وهي التنفس الطعام الماء الهواء هي كل الاحتياجات اللي انا محتاجها كي اعيش علشان اعيش لازم اتنفس علشان اعيش لازم اكل ولازم اشرب علشان اعيش لازم انام فلازم الاول استوفي هذا المستوى الاول من احتياجاتي مقدرش افكر في اي خطوة في المستقبل وانا جعان وانا ما عنديش ما يكفيني من لقمة العيش وانا ما عنديش ما يكفيني من النوم ومن الراحة من احتياجاتي الفيسيولوجية المستوى التاني من الاحتياجات هو احتياجات الامان اني اشعر ان انا في امان والاحتياجات دي بتشمل السلامة الجسدية اني حاسس ان مفيش حد هيجي زيني مفيش تهديد مباشر على سلامتي الشخصية من ضمن برضو الاحتياجات دي الامن الوظيفي ان انا كون شاعر في وظيفتي بالامان طيب الحتة دي تركي شوية احنا رواد اعمال واكتر حاجة بتقرق رائد الاعمال او الاسبايرنج بيزنسمان او الانتربرينيور ان هو ما عندوش وظيفة ثابتة زي الموظفين الاخرين وما عندوش دخل ثابت زي الموظفين الاخرين فلازم نتعامل مع احتياجات الامن الوظيفي زينا زي اي شخص تاني يا ترى ما مدى احساسي بالامان في الماركت اللي انا فيه في السوق اللي انا دخله في المهنة اللي انا دخلها في الشركة اللي انا ببنيها احيانا مثلا من ضمن الاستراتيجيات اللي انا بنصح بيها رواد الاعمال قبل ما تبتدي ان انت تتنصل من وظيفتك او ان انت تقدم استقالتك لازم يكون عندك مثلا مدخرات تكفيك 6 شهور دي نقطة اساسية لما بنيجي نعمل بيزنس بلان مع رائد اعمال او مع رائدة اعمال بسألهم هل عندكم ما يكفي احتياجاتكم الاساسية لمدة على الاقل 6 شهور ليه؟ علشان نعالج النقطة دي وهو الامان الوظيفي الوظيفة احيانا وجود دخل ثابت بيشعرنا بالامان وبيدي اسنوع من الاستقرار لحياتنا لكن لما نبقى مقبلين على انشاء شركة او عايزين نعمل عمل ما ما عنديش هذا الامان يبقى لازم احط استراتيجية اني احقق الامان ده الاول قبل ما ادخل في المستويات التانية من ضمن احتياجات الامان برضو الامان الاسري علاقتي ايه مع اسرتي مع الناس اللي حوالي علاقتي ايه مع زوجتي علاقتي ايه مع زوجي لازم احس ان انا مستقر في حياتي الاسرية ومش بس للمتزوجين ولكن برضو لغير المتزوجين علاقتي ايه مع اسرتي بحيث ان انا شاعر من جوايا بالاستقرار النفسي لان الامن مستتب في الناحية الاسرية كمان فيه امن الممتلكات وامن الموارد يترى الممتلكات اللي انا بامتلكها او الموارد المتاحة ليا يترى سيكيورد ولا لا يترى فيه امان عليها ولا لا المستوى الثالث فيه حرم مصله هو الاحتياجات الاجتماعية وما اقدرش افكر في احتياجاتي الاجتماعية قبل ما اكون فكرت فيه احتياجاتي الفيسيولوجية واحتياجات الامان لما اؤمن النوعين دول من الاحتياجات اقدر افكر في الليفل التالت او المستوى التالت واللي هو الاحتياجات الاجتماعية احنا كبشر كائنات اجتماعية بنحب نعيش في مجتمع سواء صغير كبير لكن محدش فينا بيحب يعيش لوحده ومحدش فينا يقدر يزعم ان هو عايش لوحده علشان كده تلاقي بيعملوا افلام مثلا قصة الفيلم كلها بتدور ان البطل محبوس على جزيرة بعيدة وفي الافلام دي بيركزوا على الحالة النفسية والعقلية للبطل لان لما الانسان مننا يشعر ان هو ما عندوش مجتمع صغير او مجتمع كبير بيسنده وبيدعمه يعني بيبقى فيه تأثير كبير قوي على حياتنا النفسية والعقلية ومن اهم مكونات احتياجاتنا الاجتماعية هو الصداقة يترى مين هم اصدقائي يترى انا بقدر اعمل اصدقاء ولا لأ يترى علاقتي ايه باصدقائي يترى اصدقائي بيدفعوني للامام ولا جايبيني لورا فيه كمان الحب والعلاقات الاسرية دي مهمة جدا جدا ان احنا نحس يترى علاقتنا ايه باسرتنا علاقتنا ايه بالناس القريبين من حوالينا يترى فيه انسان معين بكنله عاطفة وبكنله الحب وهذا الانسان بيبادلني الشعور ولا لأ تخيل نفسك كده رايح شغلك وانت حاسس ان فيه فراغ كبير قوي في قلبك ما عندكش اصدقاء تحبهم ويحبوك ويدعموك وتتقابل معاهم وتقضي معاهم وقت لطيف ما عنده علاقاتك الاسرية باسرتك مضطربة ما فيش هذا الشخص اللي بيحن عليك ويطبطب عليك ويعتف عليك ويبدلك المشاعر اللطيفة لو هذا المستوى في حياتنا مش مكتمل فيه احتمال كبير قوي 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 ان المستويات التالية برضو هتكون متأثرة المستوى الرابع من احتياجاتنا حسب نظرية ماصله في التحفيز هو مستوى احتياجاتنا للتقدير انا كانسان ازاي شايف نفسي بقدر ذاتي ازاي حاسس باهميتي ازاي يا ترى انا من جوايا بحب نفسي ولا لأ وفي نقطة مهمة جدا جدا في حب الذات ده بالذات ان احنا في مجتمعاتنا بنعتبر نوع من الانانية لان يعني احيانا ما بنقدرش نفرق ما بين مفهوم حب الذات والانانية الانانية معناها اني عايز ااخد حقوق كل الناس اللي حواليا وان انا ما ديهمش حقوقهم ولكن حب الذات معناه اني مقدر نفسي وشايف اهميتي وبتعامل مع نفسي زي انسان انا بحبه كان فيه عالم سايكولوجي كندي عالم سايكولوجي دكتور بيترسن كان اتكلم على النقطة دي جدا وقال ان اول خطوة من خطوات النجاح في الحياة هو ان انت تعامل نفسك زي ما بتعامل انسان بتحبه طب يا ترى لما بنيجي نتعامل مع الناس اللي احنا بنحبهم بنتعامل معهم ازاي بنهتم بيهم بنتفقد لاحتياجاتهم ما بننكرش عليهم المشاعر اللي بيحسوها بنطبطب عليهم بنكلمهم بالراحة بنهتم بيهم وبصحتهم لازم تتعامل مع نفسك زي ما بتتعامل مع انسان انت بتحبه من ضمن احتياجات التقدير وجزء كبير جدا جدا من احساسنا بالتقدير هو احساسنا بالثقة في النفس يا ترى انا واثق في نفسي ولا لا يا ترى لما باجي اتعامل مع الاخرين بعكس هذه الثقة في النفس ولا لا لان بالتالي الاخرين كمان هيحسوا بالثقة دي اللي انا حاسسها وهيبتدوا يتعاملوا معايا بناءا على هذا الاساس ولنيل التقدير سواء التقدير الذاتي او تقدير الاخرين لازم يكون فيه انجازات في حياتي يا ترى ايه هي انجازاتي ايه اللي انا حققته انا عايز اقول لكم على حاجة شخصية عانيت منها اول ما حصلت على اول درجة ماجستير اخدتها اعدت افكر ايه ده انا اخدت ماجستير تبوي ايه يعني ما الناس كلها بتاخد ماجستير ما كل الناس دلوقتي من احلامها ان هي تاخد ماجستير وابتديت اقلل من قيمة الانجاز اللي انا حققته وابتدت ثقتي في نفسي يعني تقل ومش بس كده ابتديت اقول ايه اللي ممكن اعمله ايه الانجاز الحقيقي اللي لازم اعمله اللي لازم احققه عشان احس دايما ان انا حاجة كبيرة وقعدت فترة اعاني لغاية بقى ايه ما تصالحت مع نفسي وقلت لأ مش معنى ان غيرك حصل على الشهادة اللي انت حصلت عليها ان ده يقلل من قيمة الانجاز اللي انت عملته ومش معنى ان ان انت حققت حاجة مش كبيرة قوي ما تكتبش عنها في الجرائد ما حدش استضافك مثلا في لقاء تليفزيوني ان الانجاز اللي انت عملته ده مش كبير احيانا بيبقى فيه انجازات في حياتنا بتاعتنا احنا خاصة بينا احنا بمعنى ايه تخيلوا كده الطفل الصغير لما بياخد اول خطوة قد ايه بيكون فرحان بنفسه قبل ما العوامل الخارجية تشوه نفسيته ما عادش قال الله ما هو كل الناس اللي حواليا بيمشوا ما بابا بيمشي واخويا بيمشي ومامتي بتمشي لا حس بالانجاز احنا واحنا صغيرين لما خدنا الخطوة الاولانية فرحنا بنفسنا فلازم لازم تفكر في كل انجازاتك حتى ولو صغيرة من ضمن الحاجات مثلا ان انت تكون حاطت خطة معينة لليوم وتنفذها فتيجي اخر اليوم تشعر بالانجاز تشعر ان انت حققت حاجة حتى ولو بينك وبين نفسك انا النهاردة حطيت خطة معينة اليومي وحققتها ده انجاز برافو علي من ضمن الامور المكونة لإحساسنا بالتقدير هو الاحترام اني اكون موجود وسط ناس انا بحترمهم وان كل الناس اللي حواليا كمان بتحترمني وده يتطلب ان احنا نشتغل شوي على انفسنا وان احنا نتحول الى بشر او ناس او اشخاص جديرة بالاحترام مهم جدا جدا ان انا اعامل الناس كمان باحترام حتى ولو معاملتهم ليه مش قد كده لازم اعملهم برضو باحترام ليه لان احنا بنعكس ما نريد ان نحصل عليه فالامور دي من تقدير الذات والثقة بالنفس والانجاز والاحترام تقع تحت احتياجات التقدير اللي هو الليفل الرابع من مستويات هرم ماسلو المستوى الخامس من مستويات هرم ماسلو صاحب اشهر نظرية في نظريات التحفيز هو تحقيق الذات علشان احس فعلا اني حققت ذاتي بعد ما كون انتهيت من المستويات الاربع اللي قبل كده لازم احس ان انا ببتكر ان انا بوجد حلول مبتكرة للمشكلات سواء مشكلاتي الشخصية او مشكلات الناس اللي حوالي الحاجة التانية كمان اني احس ان ليه تأثير وليه بصمة في حياة الاخرين لكن مش هقدر اوصل للمستوى ده الا لما اكون تعاملت مع المستويات السابقة واستوفتها المستوى ده للأسف كلنا بالنط ليه اب انا لسه مثلا في سي مثلا الاحتياجات الفيسيولوجية واحتياجات الامان بعمل بيزنس لسه بادي حياتي لسه بفكر في الاحتياجات الاساسية لسه بفكر في بيتي في شقتي لسه بفكر في علاقاتي الاجتماعية و ألاقي نفسي بفكر في أنا عايزة حقق ذاتي أنا عايزة حس أن أنا ليه تأثير ما هو أنت مش ممكن تصل لهذا المستوى قبل ما تستوفي المستويات اللي قبل كده علشان كده امشي خطوة خطوة وشوف انت فين دلوقتي في هارم ماصلو أنهي مستوى انت فيه نقطة مهمة جدا جدا في فهمنا لهارم ماصلو للتحفيز الذاتي أن لما يكون فيه أشخاص حوالينا سواء في محيط الأسرة أو في محيط العمل أن احنا نعرف هما في أنهي مرحلة من مراحل هارم ماصلو هما في أنهي مستوى من مستويات هارم ماصلو لأن ممكن أكون أنا باتكلم في مستوى عالي قوي وهم في المستوى اللي تحت فلازم بقى فيه فجوة بين ما أنا أطمح إليه وبين اللي هما بيطمحوا إليه فطبعا ما نتوقعش أن هما يفهموا إحنا عايزين إيه فمهم جدا أن أنت تعمل هارم ماصلو النهاردة من ضمن التمرين اللي أنت مكلف بيها أن أنت هتعمل هارم ماصلو الخاص بيك مستويات التحفيز اللي اللي بتمر بيها وتقيم كل درجة من درجات هذا الهارم أنت فيها ولا لأ إيه اللي متاح لك وده حيصب في كتابة خطتنا الاستراتيجية الشخصية تحت ما يسمى الوضع الحالي مهم جدا كمان إن إحنا نخلق توازن في حياتنا قلت قبل كده وبكررها تاني إن إحنا ما بنعش حياتنا في صوامع منعزلة عن بعض بمعنى إيه إن أنا حياتي الأسرية ما أقدرش أفصلها تماما عن حياتي المهنية علاقاتي مع أصدقائي بتساهم في نجاحي سواء مع أسرتي أو في حياتي المهنية تخيلوا كده مثلا إنسان مش مستقر في حياته الأسرية بيروح شغله وتركيزه مش مية في المية مكرس وموجه للعمل لو هذا التوازن مش موجود في حياتنا مش هادر ههتم بنفسي هيأثر هيأثر على صحتي هيأثر على تركيزي هيأثر على راحتي النفسية فلازم نخلق التوازن في حياتنا فالسؤال هنا يا ترى أنا حياتي متزنة ولا لأ وعدم وجود توازن في حياتنا بيؤدي إلى إحساسنا بالإجهاد والسترس والتوتر ولما إحساسنا بالإجهاد يعلى إنتجيتنا تقل وده يخليني بقى أكلمكم على ما يسمى بمحددات الحياة بمعنى إيه تخيلوا كده لو أنا قدتكم لوحة لوحة رسم وستة ألوان وطلبت من كل واحد فيكم أكتشولي ده تمرين لطيف جدا ممكن تعملوه إن أنتو ترسموا رسمة تمثل حياتكم يا ترى أنت أو أنت محدودين بإيه محدودين باللوحة ما قدرش أطلع بره اللوحة وإلا مش هتبقى بقى يعني مش هتبقى اللوحة ومحدودين بالست ألوان اللي معانا والمكونات اللي نقدر والألوان التانية اللي نقدر نعملها من إضافة الألوان دي على بعض برضو حياتنا ليها محددات واللي بيحدد حياتنا حكتين أولوياتنا وقيامنا الشخصية أولوياتنا وقيامنا الشخصية هي اللي بتحدد الحياة ونمط الحياة اللي أنا بعيشه الأولوية الأولوية هي شيء مهم جدا جدا يجب أن نتعامل معه قبل التعامل مع الأمور الأخرى الأولويات دي هي الأمور اللي لازم أتعامل معاها قبل الأمور الأخرى حتى الأولويات دي ممكن برضو أرتبها فيه شيء بييجي في المقام الأول ثم المقام الثاني ثم المقام الثالث ثم المقام الرابع وهكذا فلازم مهم جدا جدا أني أحدد إيه هي أولويات حياتي وأولوياتي هتختلف عن أولويات والدتي هتختلف عن أولويات زوجي هتختلف عن أولويات ابني هتختلف عن أولويات مديري هتختلف عن أولويات عميلي كل واحد فينا بيحدد أولوياته بما يتناسب معاه ومع أهدافه اللي عايز يحققه تعالوا أقرأ لكم بعض الأمثلة على الأولويات زي العلاقات، الأسرة، الوظيفة، العمل، الصحة، الحالة المالية أو الاستقرار المالي الصحة الروحانية، الصحة النفسية والعقلية، الاستجمام والمرح المغامرة، في ناس المغامرة حس المغامرة أولوية بالنسبة لهم التواصل الاجتماعي، الصدقات، الرعاية الذاتية، التنمية الذاتية أني أنامي نفسي الرياضة، العمل التطوعي، بيئتي الخارجية دي كلها أمثلة للأولويات كل واحد فينا يمسك الورقة والألم بالوقت ويكتب كل الأشياء أو الأمور المهمة في حياته ويكتبها، يكتبها، يكتبها، يكتبها وبعد كده نبتدي نغربلها نبتدي نرتبها نبتدي نفكر فيها ونديها مكانها الصحيح في هرم أولوياتنا أنا على سبيل المثال أولوياتي مش كتير ونصيحة مني ما تكتروش أولوياتكم قوي 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 المستوى الأول هو الصحة ودي شملة صحتي الجسدية، صحتي النفسية، صحتي العقلية، صحتي الروحانية الأمور دي كلها بتساهم في صحتي لأني فكرت أن بدون الصحة مش هقدر أكون زوجة نجحة، مش هقدر أكون أم نجحة، مش هقدر أكون بيزنس ومن نجحة، مش هقدر أكون ليدر، مش هقدر أكون بنت كويسة، مش هقدر أكون أخت كويسة، مش هقدر أكون جارة كويسة فحطيت في المستوى الأول من أولوياتي كل الأمور المتعلقة بصحتي في المستوى الثاني من الأولويات حطيت أسرتي الصغيرة وعملي لاني لقيت ان حياتي لا تستقيم بدون ما اهتم بزوجي واولادي وحياتي برضو لا تستقيم بدون عملي اللي بحس فيه بقى ان انا ليه بصمة وان انا ليه دور المستوى الثالث من اولوياتي حطيت في بيتي وعلاقاتي الاجتماعية واسرتي الكبيرة اني اهتم ببيتي علشان اوفر بيئة لطيفة جميلة لنفسي والاسرتي اني كمان اهتم بعلاقاتي الاجتماعية من اصدقاء ومن معارف واني اهتم باسرتي اللي هي اكبر بقى من زوجي واولادي بعد ما حددنا اولوياتنا لازم نحدد قيامنا الشخصية وتعريف القيمة او القيم هي معتقدات وقناعات ترشدنا في الحياة وبناء عليها بنتخذ القرارات وبنعيش حياتنا فالقيم هي كل الحاجات اللي جوانا اللي بنؤمن بيها اللي احنا مقتنعين بيها تمام الاقتناع اللي هي لما اجي اخد قرار برجع لمنظومة قيمي واشوف هل القرار دا يتوافق مع منظومتي الاخلاقية ومنظومة قيمي ولا لأ لما بعيش حياتي يا ترى ايه اللي بيحركني ان انا اسير في اتجاه معين وطبعا يعني لو كتبنا كل القيم اللي في الدنيا هنلاقي قيم كتير اوي 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 انا حبيت اتلخصها شوية في بعض القيم اللي ممكن نبص عليها ونشوف هل القيمة دي مهمة ليا ولا لا النقطة التانية كمان القيم دي ممكن تكون كلها مهمة ليا ولكن مش هقدر مثلا سيه مثلا ستاشر سبعتاشر عشرين اكتر من كده مية قيمة هل هقدر اني افكر في كل القيم دي كل يوم لا علشان كده لازم نستخلص لنفسنا بعض القيم اللي انا يعني بقول لكم ما تزودوهاش عن خمسة اللي تكون هي المعتقد اللي بيرشدني في الحياة من ضمن القيم اللي موجودة الوفرة القبول الانجاز المغامرة الجمال التقدير الاصالة التوازن البركة الرعاية النجاح المهني المرح الوضوح الالتزام التعاطف التعاون الثقة القناعة الشجاعة الإبداع الجرأة التفاني الاستقلال الذاتي العزم الطموح الاجتهاد الاندباط الفطنة التنوع التعاطف الحماس التميز الايمان الأسرة الشهرة المرونة الغفران الحرية الصداقة الكرم دي مجرد أمثلة قيمة مختصرة قوي من قيمة المعتقدات أو القيم اللي ممكن نلاقيها في الكتب أو اللي احنا ممكن نفكر فيها هتلاقوا من ضمن المحتويات أمثلة لهذه القيم اللي تقدروا ان انتوا تقروها وتقيموا هل فعلا هذه القيم ممكن تكون القوة الدافعة لك أنا النهاردة عايزة أشارككم بالقيم الخاصة بي أنا القيمة الأولانية التوازن الصحة التأثير الإيجابية والروحانيات وقيمي دي ما كانتش هي نفس قيمي من عشر سنين فاتت مثلا من عشر سنين فاتت كان ممكن يكون فيه أمور تانية زي مثلا النجاح المهني والأسرة كانوا على قيمة قيمي بعد شوية لما دخلت في مرحلة جديدة من حياتي ما بقتش دي هي القيم الرئيسية لكن فيه نقطة هل ده معناه ان انا تخليت عن أسرتي كقيمة في حياتي؟ لا هل انا تخليت عن نجاحي المهني كقيمة في حياتي؟ لا ولكن وجدت منظومة قيم تانية بتساعدني اني أنجح في كل الحاجات دي على سبيل المثال التوازن التوازن في حياتي لما بحس اني فيه خلل في هذا التوازن ما بقدرش أكون منتجة ما بقدرش أن أنا أدي لكل الناس اللي حوالي اللي يستحقوه الحاجة التانية مثلا الصحة في فترة من الفترات لم تكن الصحة من ضمن قيمي خالص عادي اه انا كويسة انا بروح وباجي لما تأثرت صحتي اكتشفت ان دي قيمة مهمة جدا جدا لازم لما أخد قراراتي أستند عليها زي مثلا التأثير التأثير قيمة قوية جدا جدا في حياتي لأني حسيت عشان أحقق النجاح المهني لازم أكون مؤثرة عشان أحقق النجاح الاجتماعي في محيط علاقاتي سويا الأصحاب أو الأسرة أو أسرتي الصغيرة لازم أكون مؤثرة الايجابية اكتشفت مثلا أنا كحنان عواد ان لما ما يكونش فيه ايجابية في تفكيري واستسلم لتفكير متشائم قراراتي بتكون مهزوزة بتكون نبع من الخوف مش نبع من الثقة ثقتي بنفسي بتكون مهزوزة وهكذا القيمة الخمسة واللي حسيت انها لازم تكون موجودة في حياتي هي الروحانيات لما بكون بعيدة عن هذا الهدوء الروحاني بتكون أفكاري وحياتي مضطربة كل واحد فينا يفكر يا ترى ايه القيمة اللي بتحركه وما تختارش قيمة عشان مفروض ان انت تختارها اختار قيمة لانها قريبة منك لان لما هاجي اقف في نقطة واخد قرار هبني القرار على قيمة لو كانت القيمة مش أصيلة لذاتي هيكون القرار خاطئ وهتعثر في تنفيذ القرار فلازم القرار يكون نابع من جواي انا وبالتالي لازم يكون مستند على قيمة حقيقية ليا انا مش اللي مفروض علي ان انا اعمله مش اللي مجتمع بيمليه علي مش اللي بابايا بيقولهولي مش اللي زوجي بيقولهولي مش اللي زوجتي بتطلبه لا شيء نابع من جواي انا بعد ما عرفنا اولوياتنا في الحياة وبعد ما عرفنا قيمنا اللي بتحركنا في طريقنا في الحياة لازم نعمل حاجة لطيفة نعمل شعار لنفسنا وهي الرؤية والمهمة ودي برضو حاجة جاية برضو من بيئة الاعمال تلاقي كل شركة ليها شعار ليها موتو ليها ميشن ستيتمنت ليها فيجن ستيتمنت فرؤيتي في الحياة هي اللي انا بعملها شعاري هي كلمة او عبارة بتلخص اللي انا بؤمن بيه وبتلخص اللي انا بعمله في حياتي يوم بعد يوم اديكم بعض الامثلة مثلا على الرؤية او الشعارات اللي ممكن تكون في حياتك اللي هتعملها استنادا على اولوياتك وقيمك مثلا الكسل لا يحقق الانجازات وده فعلا شخص حضر معايا الوركشاب وكان اهم حاجة عنده انه يعيش حياته في نشاط واهم حاجة انه تحس بالانجاز فكان شعاره في الحياة الكسل لا يحقق الانجازات فكان لما كل يوم يقبله مشكلة او تعترضه ويلاقي نفسه كده حياته راخه يفكر نفسه افتكر الكسل لا يحقق الانجازات في مثلا الرغبة فقط لا تحقق شيئا لكن العمل يحقق المستحيل ده كان فعلا شعار في الحياة توصل اليه احد المشاركين في الوركشاب شغل عقلك او عقلك دي كانت انسانة برضو حضرت معايا الوركشاب وكانت دايما تفكر نفسها انها احيانا بتتجمد وبتتوقف عن التفكير لما بيقابلها مشكلة فعملت لنفسها شعار شغالي عقلك فكري ازاي تقدري تحلي المشكلة دي امثلة تانية اللي هي مهمتهم بقى في الحياة مهمتي هي انشاء ورعاية والحفاظ على بيئة من النمو والتحدي والامكانات غير المحدودة لجميع من حولي ده كان انتربرنيور رائد من رواد الاعمال اللي حضر معايا البرنامج بتاعي وتوصل الى انه لما ينباور الناس اللي حواليه لما يشجعهم لما يخلق بيئة بتركز على النمو والتحدي وكل واحد يفكر في امكانياته هينجح لما يحسس الاخرين بالحاجات دي كلها في مثلا شخص اخر كتب وقال وهتلاقوا الامثلة دي موجودة في محتويات البرنامج هدفي في الحياة هو تجديد الروح والتعرف على الله والحب والحياة والاستعادة والامل واطلاق العنان للجمال والقوة والحيوية التي وهبها الله في الاخرين من خلال الحب في قلبي وخلق استعادة والاهتمام بالاخرين والاستراحة بين رحاب الله هي مهمة طويلة ولكن هذا الشخص حس ان حبه لربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون المحرك الاساسي اللي بيحركه في حياته سواء في عمله او في اسرته او في علاقاته مع الاخرين فيه سيدة حضرت معايا وكانت مديرة لمنظمة غير هادفة للربح بتركز على تمكين المرأة كتبت استخدام مواهبي من الذكاء والكاريزمة والتفاؤل المتسلسل لتنمية القيمة الذاتية للمرأة في جميع انحاء العالم فهو ده هي دي مهمتها في الحياة لما عرفت اولوياتها لما عرفت القيم اللي بتحركها قدرت انها تضع لنفسها مهمة لحياتها انا بقى احب اشارككم بمهمتي في الحياة اللي خلتها شعاري كمان في حياتي شعاري انا ومهمتي انا في حياتي كحنان عواد هي العمل للمساهمة والاحداث تأثير ايجابي في حياة من حولي حددت يعني اكبر قيمة في حياتي كانت هي التأثير التوازن والصحة والايجابية وحياتي الروحانية موجودين ومهمين لكن القيمة البارزة هي كانت التأثير علشان كده بعد ما تختاروا مجموعة القيم من القيم اللي انا اقترحتها عليكم او بعد تفكيركم فكروا في ايه هي القيمة الاساسية من ضمن الخمسة ستة القيم اللي انتو حددتوها اللي ما ينفعش تعيشوا حياتكم من غيرها اللي انتو في المرحلة اللي انتو فيها دي عايزين تحققوا عليها من خمس سنين كانت قيمة التوازن هي القيمة المهيمنة في حياتي لاني كنت ولا زلت في اكتر من جبهة وفي اكتر من معترك من معتركات الحياة فكان ان انا امشي حياتي كل يوم وتحقيق نوع من التوازن ده كان اهم قيمة بالنسبة لي شوفوا بعد خمس سنين اتغيرت القيمة المهيمنة لحياتي وبقت التأثير فالتمرين اللي انا عايزاكم تعملوه ان انتم تحددوا اولوياتكم وترتبوها النقطة التانية ان انتم تكونوا منظومة القيم الخاصة بيكم ومن كل القيم دي تختاروا القيمة المهيمنة وبناء على الاولويات وعلى القيمة المهيمنة ضعوا شعاركم في الحياة اللي هي رؤيتكم انا هنا النهاردة عايز اكون فين وضعوا بيان مهمتكم الشخصية ايه اللي انتم عايزين تعملوه يوم ورا يوم يوم ورا يوم